السلام عليكم وبركاته الأستاذ المحترم بيقول لي بيعلق على موضوع باسم الآب والابن والروح القدس فأنا بقول لي أن كل منهم إله ورب إله بذاته أو في ذاته والمسيح نفسه قال كده كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته فهو بيقول لي ما كانش أقل لك إله واحد لو على كلامك بالمنطق كده يا أستاذ معاز ربنا ادينا مخ فبالمنطق كده في حد هيقول واحد وواحد وواحد يبقوا واحد ولا هيقول لك ثلاثة إلهة أمين لكن هو قال لك إله واحد يا فندم فكرة أن أنت ترفض كلامي لأنا بقوله لك نقلا عن كلامكم أنتم الأمبر رفقيل هو اللي قال الكلام ده 15 لكن ليس ثلاثة ضابطي كل بل واحد ضابطي كل وهكذا الأب إله مش ثلث إله والابن إله والروح القدس إله ولكن ليس ثلاثة إلهة بل إله واحد وهكذا الآب رب والابن رب والروح القدس رب ولكن ليس ثلاثة أرباب بل رب واحد فالأمبر رفقيل بيقول الابن إله الآب إله والابن إله والروح القدس إله ولكنهم ليفوا ثلاث آلهة ده اللي أنت رفضته ده اللي أنت قلت إله وإله وإله لكنهم مش ثلاثة دول واحد هو بالحرف قال كده دي نقطة النقطة التانية أنت بتقول ما كانش قالك إله واحد لو على كلامك يا فندم إله واحد دي هما بيقولوها كده بشكل مش واضح وأنا دايما بقول إن الأباء الكهنة أو الأباء الأساقفة بيقولوا كلمات مش واضحة عشان تبقى أنت خلاص هو مش واضح فخلاص بقى ما تتعبش نفسك وتقول تفهم زي كلمة أقنوم زي لمن هو واحد في الجوهر يعني إيه واحد في الجوهر بتقول ده إله وده إله وده إله أصومة الثلاثة آلهة متساوين في الألوهية يعني ده الله كامل وده الله كامل وده الله كامل وده إيمانك فكرة إنه هو بيقول إنه هو واحد ده واحد في الجوهر يا فندم أنا وإنت والناس والبشر كلهم واحد في الجوهر برضو احنا كلنا من جوهر بشري لكن احنا اشخاص مختلفين وكذلك الامر في الايمان المسيحي لاب والابن والروح القدس كل منهم اله من جوهر الهي ده ايمانك اللي بيقول كده كل واحد من التلاتة دول من جوهر الهي لكنهم تلاتة من نفس الجوهر لكنهم اشخاص مختلفين اقنين مختلفة اقنوم يعني شخص وحتى كلمة اقنوم دي ايه اقنوم كلمة لفظة مسيحية مش موجودة في الكون كله إلا في الإيمان المسيحي وهي في الواقع كلمة ملهاش وجود يعني هي في الواقع كلمة مش موجودة أصلا في البشرية يعني ما فيش حاجة اسمها أقنوم أصلا ده كلمة إنتوا اخترعتوها عشان تؤدوا المعنى اللي إنتوا عايزين توصلوه اللي هو في الواقع برضو مش موجود للمسيح قاله ولا الكتاب والمقدس قاله ولا بوليس قاله ولا حتى أي حد قاله الأباء هم اللي قالوا كده لكن هل إيمانك ده موجود في الكتاب المسيح قال أنا إنسان إنت بقى لا هو قال أنا إنسان طب خلص ممكن نخليه إنسان وإله أوكي يا فنم تمام خليه إنسان وإله تمام كده إنت بقى عندك إله إيمان لأن الإبن مش هو الأب وده إله وده إله واحد في الجوهر مش معناه التوحيد واحد في الجوهر أنا وإنت واحد في الجوهر عادي جدا بس إحنا لاتنين أشخاص مختلفين هي دي الفكرة عندك إنت إيمانك قائم على القاتي إن الأب ده الله والإبن ده برضو الله طب هل الإبن هو الأب لأ ده الله وده الله تاني وحتى القديس جرغوريزن الزينزيانزي كان بيقول الكلام ده ليس هناك الله أكثر من الآخر تخيل إنت بيقولك مفيش الله أقل من الله تاني أو أكتر من الله تاني اللي تنزي يا بعض طب ده إيه ده يعني اللي أنا عايز أقوله لك صدقني والله أنا راجل بقى لي عشرين سنة في المجال ده أنا بقولك أنا كل يوم أكتشف أمور إيه ده يا جماعة إزاي إنتوا بتقولوا إحنا بنعبد إليه بتعبدوش إله واحد أصلا إله واحد فين يعني أنتو بتعبدو إله واحد فين يا فن بتعبدو إله واحد إزاي والأب مش هو الإبن؟ قول بتعبدو جوهر واحد جوهر اللي هي اللي أنت بتعبدو واحد يعني تخيل أنت كده واحد جاي بيقولك إحنا عندنا في الإسلام بنتزوج أربع زوجات مباح للرجل يتزوج أربع زوجات بتقوله إزاي يقولك نعم هو واحد في الجوهر حرفيا اللي أنا بقوله ده في الإيمان المسيحي واقعي جدا بكلمك بجد على فهنا مش بتارية الاربع زوجات من جوهر واحد بس هم اقانين مختلفة يبقى انا كده اتجاوزت جوهر واحد تخيل ليه ما هو اصم اربع بشر وخلاص عادي اتجاوز الف اتجاوز مليون تعبد انت الف تعبد مليون ما خلاص اتب تعبد جوهر واحد ده اله وده اله وده مش هو ده ومنفصلين يعني الاب مولود من الاب بغض النظر عن معنى الولادة مش مشكلة مولود من الاب وقانون ايمان والكتاب المقدس بيقول كده ان الابن مولود من الاب طب مش منفصلين ازاي يعني ما هو مولودة هو الروح القدس منبفق من الاب ولو انت كاثوليك يبقى منبفق من الاب والابن طب ما هو منبفق منبفق يعني منفصل يعني ما هو منبفق ازاي بتقوله التلاتة انا عارف ان انت هتقول اقنوميا لكن هو اصلا مفيش اي دليل ان التلاتة بنجوهر واحد يعني مفيش اي علاقة ما بينهم الا ان ده انبفق بس ما تقول ليش ده روح رب اصلا انت عندك الله روح ازاي الله روح وله روح يعني فيه امور كنه انت والله لو فكرت فيها بالعقل يا استاذ ماركو صدقني والله لن تقف على هذا الايمان وتعتقد بيه اقسم بالله والله بدون مبالغة اللي انا بقوله لك ده ابحث ورايا فيه والله والله كل حرف من كلامك ايمانك بيقول كده يا اخي اقسم بالله انا هشد في شعري يعني تخيل انت لما تلاقي القديس كيرولوس اللي هو رئيس اساقفة الاسكندرية بيقول صراحة بيعلى على النص الوارد في انجيل يحنى 7-18 او 8-17 والله كل مرة اطلخبط في النص يعني 8-17 او 7-18 فبيقول ايه المسيح بيقول وايضا مكتوب في ناموسكم انا شهادت رجلين حق انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لها الاب فهو بقى بيقول ايه ان زي ما فيه اتنين هيشهدوا بشر وهما من طبيعة واحدة فكذلك الله والله هيشهدوا برضه الله بيقول بالحرف بالحرف الله والله ازاي تيجي تقول انا بعبد اله واحد الله والله الاب والاب ازاي يعني انت حتى في انجيل يحنى وفي قانون ايمان قانون ايمان بيقول ايه بالحقيقة نؤمن باله واحد وبعد كده نؤمن برب واحد اللي هو يسوع وبعد كده نؤمن بالرب او بروح القدس الرب المحنى من بطن اله واحد رب واحد الرب واحد اتنين تلاتة يا أستاذ ماركو أرجوك فكر في حياتك الأبداية سيبك من شخصي أسلوب وحش شكلي وحش شعري وحش يعني سيبك من الحاجات الشكلية دي أنا عايزك تركز بس في كلامي راجع اللي أنا بقوله ده عشان تتأكد منه أنتوا بتقولوا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة اللي كانت عند الله دي الله يعني الله كان عند الله اتنين الله في البدء خلق الله السماوات والأرض في اللغة العبرية في البدء خلق ألوهيم ألوهيم جمع وانتوا بتقولوا ما فيش جمع تعظيم اذا في جمع عدد في البدء خلق الآلهة السماوات والأرض نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا الآب بيكلم الابن وروح القدس بص الآب بيكلم الابن وروح القدس بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا كشبهنا اللي هم مين الآلهة اللي خلقوا خلقنا الإنسان على صورتنا يعني احنا خلقنا انت عندك تلاتة خالقين الكون تلاتة خلقوا الكون وتيجي تقول انا بعبد اله واحد يا استاذ يا فاندم بالله عليك والله لمصلحتك اقسم بالله انا اول ما اشوف اسمك ويمكن مشوفش اسمك تاني ولا فيه سابق معرفة ما بيني وما بينك بس الفكرة كلها انا بقولك بس فكر في حياتك الابداء مش اكتر من كده انا بعتذر لو طولت ربنا يا رب يهدينا واهديكم اهلا بيك يا استاذ ماركو انا كنت بسجل فيديو طبعا على تيك توك فقلت انشره على اليوتيوب للإفادة جزاكم الله خير ولا تنسوني من دعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكل واحد مسيحي محترم باحث عن الحق اهلا بيك